اهلا بيكون معكم احمد عمر اكواتيبس دوت كوم بعد ما تكلمنا ازاي ان انت تحافظ على جسمك او ازاي ان انت مثلا تبقى جسمك متقسم او حتى تقلل الدهون في جسمك من غير ما تعد السعرات الحرية ففينا استطلبة الموضوع دوت ازاي ان انت تعمل القصة ديت في البولكينج او انت عايز تزود وزن جسمك عضلات ونركز عليها بالتفصيل فانا اكتر حاجة ممكن نركز عليها في القصة ديت هي اختيارات الاكل ايه هي احسن عشر انواع اكل انت ممكن تعتمد عليهم اثناء فترة البولكينج لو انت عايز تعمل بولك او انت عايز تزود وزنك او لو انت هارد جينر او اكتومورف او اي حاجة من ديت وزيادة الوزن بالنسبة لك بتكون عملية صعبة فخلي الحاجات ديت في الضيط بتاعك او في الاكل اليوم بتاعك وهتلاقي فرق خرافي قبل ما نبدأ يريد سبسكرايب اجرس التنبيهات ويفولو على الانستجرام وعالفيسبوك النقطة الاولانية ومش تاخد مننا وقت خالص هي حاجة في السريع كده البروتين بتاعك خليه دايما من المصادر اللي هي بيكون فيها سعرات اكتر يعني لو انت عايز تعمل بولكينج فسيبك من صدور الفراخ دلوقتي خليك في اللحوم الحمرة لان هي هتديلك سعرات اكتر بكتير حتى لو كانت نفس نسبة كمية البروتين لان لو الاتنين قد بعض في البروتين صدور الفراخ واللحوم الحمرة فاللحوم الحمرة مجمع السعرات بتاعها هيكون اكتر بكتير نفس الكلام برضو بالنسبة للبيض الكامل فلو انت حد عايز يعمل بولكينج او يزود وزنه وبيرمي الصفار بتاع البيض فانت كده بتضيع وقت النقطة التانية اللي هنتكلم فيها هي الدهون الصحية اللي في جرام الدهون بيكون فيه تسع سعرات حرارية فدية اكتر واسهل حاجة ان انت تاخد سعرات اكتر هو ان انت تزود الدهون بتاعك لو كانت واحدة افوكادو كل يوم ف لو واحدة افوكادو حجمها متوسط او حتى صغير شوية بيكون فيها حوالي تلتمية سعرات حرارية الزيوت النباتية المفيدة زي مثلا زيت الزتون او زي زيت جوز الهند فكل معلقة من ديت ممكن تديلك حوالي تسعين كالوريا وتسعين سعرات حرارية زيت الزتون ممكن تحطه على السلطة زيت جوز الهند ممكن ان انت تستعمله في الطبيخ ممكن برضو ان انت تستعمله كان ان انت تحط مثلا على اه شوفان او اي حاجة من ديء شوفان بيزود الوزن فممكن انت تعمله على شوفان او على اي حاجة زي ديت فهتديلك سعرات زي ده بطريقة سهلة نفس الكلام برضو بالنسبة لزبدة المكسرات او فبرضو كل معلقة مش هتقل عن تسعين كالوري فدية سعرات ببلاش بعد كده يا معلم الكاربوهايدرات اللي انت ممكن تكلها فاحسن اختلارات ممكن تكون العسل الفكهة المغففة البطاطا الحلوة فدولت احسن انواع الكارب اللي هما مش هيكونوا بيقصوا صحتك في حاجة زي المغبوزات مثلا او او غيره وفي نفس الوقت هتديلك نسبة سعرات حلوة بعد كده بالنسبة للميل فريكنسي او بالنسبة العدد الوجبات اليومي فدي اكتر حاجة بتلغبط الناس واكتر حاجة ناس بتنشف دماغها فيها يعني فيه ناس بتقولك انت مش تعمل بولكنجر لما تاكل ستة او سبع واجبات في اليوم والكلام ان هو مش شرط سواقق الناس المحترفة بيأكلوا عدد واجبات كتير بس انت لازم تبني الموضوع شوية شوية يعني انت لو بتاكل مرة واحدة بس في اليوم ما ينفعش تاني يوم تقرر ان انت تاكل خمس او سبع واجبات اكيد طبعا جهزك العدم هيتعب معادتك هتتعب انت لسه مش متعود خالص على الحوار ده فزود واجبة واحدة بس على العدي بتاعك وشوية شوية ابدأ ان انت تزود عدد الواجبات دي فيه برضو طريقة تانية هو ان انت تزود السناكس يعني انت لو بتاكل واجبتين بانتظام او تلات واجبات بانتظام فحط معاهم اتنين او تلاتة سناكس في النص او واجبات خفيفة في النص واسهل حاجة ان انت تعمل الموضوع ده او تعمل القصة دي هي الواجبات اللي هي بتكون معمولة في شيكر او ملف خلاط او اي حاجة من ديت يعني بتجيب مثلا واي بروتين اه معايا مثلا افوكادو معايا عسل معايا موز معايا اه زبدة مكسرات او اي حاجة من ديت وبتعملهم مع بعض فالشيك دوت ممكن يوصل من خمسمائة لتسعمائة كالوري على حسب بقى الكميات اللي انت حطتها فلو عملت الموضوع دوت مرة في اليوم او مرتين في اليوم فانت كده ضعفت الصغرات الحرارية بتاعتك اه بمجهود قليل فديت برضو حاجة ممكن انت تتعملها بحس ان يبقى بين كل وجبة اساسية والتانية بيكون في وجبة او وجبة بتكون اه في الشيكر زي ما احنا شرحنا فدوت برضو هيسهلك الموضوع دوت وهيوفر عليك وقت وهيوفر عليك مجهود كتير والحاجة الاخرانية طبعا هو التمرين بتاعك كل ما اتمرنت اكتر كل ما نفسك هتتفتح اكتر او كل ما هتحتاج ان انت تاكل اكتر وفي نفس الوقت برضو الصغرات الزيادة داية هتديلك بنزين اكتر في التمرين بتاعك فهتدي في التمرين بتاعك والتمرين بتاعك هيكون اقوى هتجوع اكتر هتزوج الاكل بتاعك وهكذا فشوية شوية هتبدأ الموضوع دوت هتبدأ ان انت تزود عدد الاجبات بتاعتك بس خلي الموضوع بالتدريج وخليه شوية شوية ما تخشش في مرة واحدة فيا رب الفيديو دا يكون مفيد هكتب انواع الاكل داية في الاخر عشان نكون لخصنا الفيديو ونشوفكو في الفيديو اللي بعد